سهلة جدا عجنتنا عشان نعمل عجينة كريب بجيب عندي زي ما انت شايفة كوباية دقيق وبديها سنة ملح زرة ملح وبدخل شنة الملح جوة دقيق كده زي بدتها شايف كده كوباية دقيق وبديها سنة ملح وبعد كده عم حسن بديها مرة ونصف مية من كمية الدقيق وقلبها كده مع بعض ودي بالك متركة يعني ما فيهاش اي حاجة دقيق وملح ومية اهم حاجة تتأكد ان هي ما فيهاش اي تخريز تكون كلها مندمجة كده قدامك اهي وانسيا بي اهم حاجة تسيبها تستريح ربع ساعة بعد ما تعجينيها كده كوباية دقيق زرة ملح كمية من الدقيق مرة ونصف من كمية الدقيق يعني كوباية ونصف من الماء كده تبقى انسيا بيها كده خالص انسيا بيها اما لو انا هعملها بقى عالطريقة فرنساوي ديها تشعبي نعملها وتبقى زي الفل وكريسبي احلى من الفرنساوي لانها بتبقى كرسبي اما تبصميها على طاسة او على شوايا بتبقى كرسبي من برة وتستمتع بيها اما الفرنساوي هنحط تلاب بيضات هنحط معلقة زيت دورا هنحط عليهم معلقة زبدة سايحة هحط عليهم زرة ملح وزرة فلفل ابيض وهمكسهم مع بعض خطواتك كده كلها قدامك اهي زي ما انت شايف حطيت البيض وحطيت عليه الزيت والزبدة والملح والفلفل ابيض وده مكتهم كويس قوي مع بعض هن خليهم كلهم انت شابي واحدة واحدة كده مع بعض وادي العجينة اللي احنا عملناها بالدقيق وبالملح وبالميا كوباية دقيق زرة ملح كوباية ونص من الميا والميا تكون دافية شوية فترة عشان تبقى انت شابية وتشبيها بعد بقى جنتيها كده ربع ساعة تستريح قبل ما تعمليها وادي العجينة التانية احتاري واضطاري عملت لك دي سهلة جدا وعملت لك دي سهلة جدا عايزة دي عايزة دي انا بفضل العادية دي اللي هي بدون بيض عشان ما دا جي بصامها بعمل لها ماركة على طاطس او على شواية تبقى كرسبي من برد بعد ما نعمل بيض والزبدة والزيت والملح والفلفل هبيض تحطوا كوبايتين ونص من اللبن انا عامهم خالص كده قدامك اهوه انا عام باللبن بتاعي زي ما انت شايف كده قدامك اهوه بعد ما نعمل كده خالص خطواتك كده كلها قدامك وهتأكد ان البيب والزيت الضرة وكمان عليهم الزبدة والمنح الفلفل فربيض واللبب بانسيابي كده اروح حطا لهم كوباية ونص من الدقيقة كوباية ونص من الدقيقة مرة واحدة كده تمام واعجنهم كويس على السرعة الاولى كده وبعد كده زود الخافكة عندي واحدة واحدة كده عالي وبعد كده تريكة المهمة بقى في دي لازم اصفير لازم اصفير اخدوا بعد كده هجيب الجناب بتاعكم واتأكد ان الخليط كله بانسيابي وصفير عشان ما يبقاك في اي كتل قدامك اهو تلابيضات ومعلاقة زيت دورة ومعلاقة زبنة وشاية ملح وشاية في الفلابيض كوباية ونص من اللبن وكوباية ونص من الدقيقة كل كده قدامك اهو تعالى بقى ناخده نجيب الجناب بتاعتنا عشان اتأكد ان الخليط ده كله مفيش في اي مشكلة ونبدأ نعمل واحدة بالفرنسي وواحدة شعبي وبعد كده نعمل استوساط بتاعتنا ونعمل حشواتنا اجيب الجناب بتاعتي عشان اتأكد ان العجينة بتاعتي انسيابية مفيش في اي كتل وتعالى بقى كده هون اخدها ونبدأ نصفيها نقطة مهمة تصفية زي ما انت شايفة كده انسيابي زي الفل مفيش فيه تخريز ليه حسن لان انا اوفرت له العوامل المال بتعمل ليه عشان اتأكد انه مفيش اي مشكلة فيه اصفيه خالص كده قدامك اهو وبرضو بنفس التكنيك اسيبه استريح اسيبه استريح ربع ساعة برضو زي ده على ما استريح بجيب التصات التفلوم بتاعتي خطواتك كده كلها قدامك قدي استريح عندي اهو وده مستريح اجيب التصات التفلوم بتاعتي المحة بمادة دهنية وتكون سخنة عشان اعمل لك واحدة من ده واحدة من ده اهم حاجة بجيب هنا التصات التفلوم بتاعتي بحطي فيها نقطة زيت هنا ونقطة زيت هنا واروح جاية ملمعة بيها ومنشفها ما سيبش الزيت خدي بالك بالتركة اهو بمنديل كده لماعي الزيت في كل حتة محتاجة سنة كمان اديها اهم حاجة توزعي الزيت في كل حتة وبعد كده تنشفيه والتصات تبقى لتفلوم يا حسن تبقى تفلوم بعد ما نشفنا كده اهو قدامك مفيش زيت اهم حاجة لمعناها اجي هنا دي برضو اتأكد ان الزيت في كل حتة وسخنة وبعد ما لمعت الزيت في كل حتة قلمه خطواتك كده وسخنها كويس جدا جدا يبقى الخطوات كلها قدامك كده يبقى عملتلك الكريب تقدر تعملي كريب عادي كباية دقيقة وزرة ملح وتحط عليم كمان ايه حسن كباية ونص من اللبن تكون دافئ من المية تكون دافية وتربيها وتسيبها ربع ساعة اما الكريب فانساوي حطينا تلات بيضات معلقة زيت دورة معلقة زبدة سايحة شوات ملح شوات فلفل ابيض كبايتين ونص من اللبن الدافي وحطط له كمان كباية ونص من اللبن خفقتهم وصفتهم 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 استريح بعد ما التصى سخنت اتأكد التصى سخنة ما تحطيش قبل التصى بتاعتك ما تبقى سخنة خطواتك كده كلها قدامك وبعد كده هعمل سوس احمر وهعمل سوس بشاميل هعمل سوس احمر وسوس بشاميل وهعمل حشوات باللحمة بالفراخ بالهدج بفواكه البحر بتجيبنا المشكلة وكمان هعمل كمان بالايه بالهدج تعال بقى اهم حاجة الخليج بتاع حشواتك كلها قدامك وهو تحتاري ويختاري انت عايزة تعملي اللي العيل بالليل ايه كرب بايه ده اللي عيالة يشوف يعملي زي ما انت عايزة خطواتك كده كلها قدامك تجاوب الليل ساعة والعيل بتطلب فانت اختاري منهم اللي العيل بيحبوه وتقدري تعمليه حلوة تقدري تعمليه حلوة بس هنشيل منه المقادير دي الملح والفلفل ونحط فانيليا قادي عندي التفاصيل قدامك التفاصيل تبقى سخنة بالشكل ده وبعد كده اروح جاية واخدى كبشة وكبشة تانية اهو وهو اتزحهم بالتساوي في كل حتة كده امررها اتلف معايا اهو عشان اعمل احلى كرب بايه واسيبها تبدأ تاخد الطبع عندي علمة دي تتقفل ااخد ولو في حتة زي دي كده اهو تروح جاية مغطيها عشان كلها تبقى قطعة واحدة وبنفس الطريقة ااخد يكون الطاقة سقنة ومتلمعة توزعيهم اهو زي ما انت شايف كده قدامك وتفاصيلك وحركتك وتكاتل واتزعي في كل حتة وياخد السوا بتاعه على ما ياخد السوا بتاعه تعال اعلق على السوس الاحمر والسوس الابيض خد يبالك متريكات والتفاصيل والحركات تاخد السوا بتاع هتفتح معاك وقدامك وهتشوف الفرق بين دي وبين دي هعلق هنا على السوس الابيض وهنا عالسوس الاحمر هعمل السوسات ليه؟ هعمل السوسات احمر وسوسة عشان تدلعي خطواتك كده كلها قدامك الكربات اول ما هتبدأ تاخد تفتح المسام بتاعها هتبص عليها هتفتح المسام بتاعها بتجيب خلة صغيرة وبتوزعي الجناب بتاعتها كده ها عشان تفتحها هتعمل مسام تفتح المسام عشان يعني تقول لك ان انا استويت واحدة واحدة انا بسخن الحلل بتاعتي بس عشان ما يجي اعمل السوسات تبقى ماشية معايا خطواتك كده كلها قدامك هنا عندي اول حاجة عشان اعمل الصص البشاميل بحط عندي معلقة ونصم الزبدة او السمنة وعليهم معلقة ونصم الدقيق خطواتك كده وشوية ملح شوية فلفل ابيض ونصم كعب مرق والكريب ببدأ يخش في السوة عشان انا بستغلي الوقتي بس عشان اركيب لك كل حاجة ونصم كعب مرق وحورهم كويس قوي يعني اسويهم واكون مجهزا لهم ايه حسن اكون مجهزا لهم ثلاث كبات لبن دا فيه يبقى انا حطيت معلقة ونص من الزبدة او السمنة ومعلقة ونص من الدقيق وشوية ملح وشوية فلفل ابيض ومكعب مرق سوي غبيهم عندي ارجح هنا للكريب بتاعي الكريب بتاعي زي ما انت شايف كده اوزعه كده داير اندائر واتأكد انه ما فيش اي مشكلة فيه واحدة واحدة كده هو عندي زي ما انت شايف هياخد كمان نص دقيقة مش اكتر من كده واكون مجهزا لهم فوطة عشان او كيس بلاستيك عشان احطهم عليه ما ياخدوش رطوبة خد يبالك من التفاصيل اول دا ما يبدأ يشد كده عندك اهو واحدة واحدة كده اقلبه على الوش التاني بكل سهولة كده حسن بكل سهولة خطواتك كده كلها قدامك وهنا اتأكد ان هو بدأ يستوي برضو هيتستوي ازاي عندك اهو بالخلة بتاعتك بيفتح معاك زي ما انت شايف وبكل سهولة اهو برضو محتاج شوية ده نسيبه لسه محتاج شوية اهم حاجة اول ما يطلع عندك بالشكل ده هو ابيض ما نتكيش على السيوة قوي لان احنا لسه هنديله مارك هنديله مارك يعني ايه حسن هنعلمه على الشواية وعلى طاصة خطواتك كده كلها قدامك اهو واحدة واحدة كده خطواتك وعندي هنا البشاميل بتاعي الزبدة والدقيق والملح والفلفل الابيض ومكعب مارك بحورهم لحد ما ياخدوا السيوة اللي انا عايزه اهو لون ده بيفاتح هربطهم بثلاث كبيات لبن دافي تعالا ناخد دي كده عشان نحطها على الطبق بتاعي قدامك اهو بنفس الطريقة واغطيها على طول عشان ما تاخدش رتوبة اغطيها على طول عشان ما تاخدش رتوبة تعالا نغطيها وانسيبها تاخد رتوبة يبقى ده عملتلك ده وعملتلك ده ارجح هنا للحشوات بتاعتي والصوصات بتاعتي ادي البشاميل وادي الصوص بتاعي بتاع الصوص لاحمر الصوص لاحمر بحط معلقتين من الزيت وحط عليهم بصلتين نعمين خطوتك كده كلها قدامك وهنا البشاميل اتحمص عندي الزبدة وكمان الدقيق والملح والفلفل ابيض ومكعب المرأ اتأكد ان هم اتحمصوا كده يا تاسر بص اروح حط لهم ثلاث كبات لبن دافي يا تفاصيلك واحدة واحدة كده واقلب عشان يربط عني يبقى البشاميلك ومعلقة ونص من الزبدة او الزيت معلقة ونص من دي شوات ملع شوات فلفل ابيض وكعب مرأ دوسهم كعب وبعد كده ثلاث كبات لبن دافي هنا السوصل احمر حطت له معلقتين من الزيت حطت له بصلتين نعمين ابيض عشان يبقى فيهم مادة سكرية عالية وبعد كده حطت لهم معلقة التوم مهروس خطوتك كده كلها قدامك ومعلقة سلسة وحمص السلسة حاجات اللي هنا دي كلها حسن وحمص السلسة كويس قوي مع المادة الدهنية والبصل والتوم واتأكدوا انهم اتحمصوا وانا بحمص اعلق بقى الحشوات عندي حشوتين هعملهم ده الصوسات اللي عملت الكريب وابدأ اعملك الصوسات وفي نفس الوقت اعملك الحشوات هعمل حشو باللحمة واعملك حشو بالفراخ كل الخطوات كده قدامك كلها واحنا بنعلق على صوس البشاميل عشان ما اتهيش عملنا كريب بالدقيق والمالح والمية الدافية وعملنا كريب بالبيض والزيت والزبدة وملح وفلفل وحطيتمك عليهم كمان الكوباتين نص من اللبن وكوباتين نص من الدقيق ده كريب بتعملي بدقة وبدقة اما حاجة تعملي شوية صوس باش اعملي تقيل وتعملي شوية من صوس الاحمر قدامك هو على الصاجي خالص مادة دهنية زيت بصل توم وبعد كده صلصة حورتها خالص وتأكد ان هي تحورت في الاسناء دي بقى هنبدأ نعلق على ايه حسن؟ هنبدأ نعلق على الحشو بالفراخ والحشو باللحم حشو الفراخ بحط لهم علقتين زيت يقدحوا عندي وحشو اللحمة بحط لهم علقتين زيت يقدحوا عندي كل التفاصيل كده قدامك هنا ارجع للصوس الاحمر صوس الاحمر زي ما انت شايفة كده اثر اروح حط له تريكة مهمة جدا عشان يديني طعم حلو قوي نص معلقة السكر ومعلقة خلو مع بعض كده يتفاصيله يطلع الريح عليا ويعتق الطعم في الصوس قبل بحط الطماطم المبشورة زي ما انت شايفة كده قدامك واسبها تغلي شوية واقلب تقلبتين عشان ايه صوس البشاميل يبقى عملت كرب تعمليه بدقيق او ببيت زي ما انت عايز اهم حاجة تغطيه وبعد كده نبدأ نعمل التكنيك بتاعنا صوس بشاميل لابيض صوس احمر وبعد كده هنعلق على الحشوات وادي عندك قدامك الكرب متغطي وادي هنا اللحمة بتاعتي عشان اعملها خطواتك كده اقلب اللحمة بتاعتي خطواتك كده كلها قدامك وبعد كده عندي الفراخ سدر فراخ اقطعه شرايا بنفس الطريقة اهو قدامك وقلبه خطواتك كده كلها قدامك يبقى خطواتك كده كلها حطينا الاول اللحمة والفراخ بعد ما غيرت لونها احط لها بصل ناعم وادخلهم مع بعض وفي نفس الفراخ الفراخ برضو احط لها فراخ ناعم بصل شرايح انا حطيت بصل ناعم واد بصل شرايح للفراخ وبعد كده عم حسن دخل حاجتك مع بعض ارجع للصص وانا بقلب الفراخ واللحمة عشان ما اتهيش مني انا بعمل صص بشاميل وبيعمل صص احمر وعمل تلي الكريب بديه وكريب بالبيت كل خطواتك كده كلها قدامك البشاميل اللي كده جاهز اركنه هنا واجيب دي هنا قدامي قدي البشاميل اللي بتاع انسيابي خالص مش عايز اكتر من كده اما الصص الاحمر عدت الخل مع السكر احطوله طماطم مبشورة قد بالك من التفاصيل احطوله شوية ملح شوية فلفل وشوية بهار وشوية سكر واحدة واحدة كده واجبله كمان سنة من المية السخنة اللي بتغلي سنة مية سخنة بتغلي بس عودي نفسك الاستاذ ياسر بيقول لي لازم تبقى ست البيت متابعة اه ما تيجي تركبي حقيقة جهاز كل مقاديرك جهازة مقاديرك واقف يركب الحاجة على مكان واحد عشان الحاجة تطلع معاك حلوة اجيب دي هنا مكان دي عشان ابدأ بقى اخلص حشواكي ادو الصوس يعطق اغطيه واحدة كده واحدة واحدة كده اغطيه واسيبه يعطق ويقصر اما صوس البشاميل جاهز كده مش محتاج اكتر من كده اركنه جانبا ارجح هنا للحمة اللحمة زي ما انت شايف كده قدامك اهو اللحمة زي ما انت شايف كده قدامك رملت والفراخ برضو رملت قدامك التفاصيل اهو احط شوية سكر لصوس اللحمة واقلبه تقلبتين واسيبه يؤثر خالص كل التفاصيل قدامك اهو يبقى الصوس اللحمة جاهز وصوس البشاميل جاهز اما الفراخ بص التفاصيل عملت ايه واخدت ايه وعملت ايه كله قدامك وادي اللحمة اللحمة بقى عشان ازبطها بديها معلقة ثمهروس بديها كمان قرن فلفل حار بدون بذر وبديها قرن فلفل رومي عشان ادلع وطمط مية لحم وشوية ملح وشوية فلفل وشوية بهار وشوية جسط الطيب واروح جايبالها برضو ايه سنة مية سخنة عشان تعمل خرز تبقى زي الخرز اهو قدامك وسنة بسيطة كده واقلبهم مع بعض عشان اعمل احلى حشو بتريكات وحركات شيف حاسة يبقى حشو اللحمة بتاعك اهو اختاري واختاري تعملي باللحمة تعملي بالفراخ تعملي بالهوددج تعملي بالفاكل البعض انا اعملت كمان بالبورجر زي ما انت عايزة خطواتك كده اما حاجة ترمل وارجع بقى هنا للفراخ الفراخ بعد ما خدت ودت مع البصل والمادة الدهنية اروح مديالها ايه عم ياسر توم شرايح كده مكعبات وديلها فلفل رومي اخضر شرايح وديلها طماطم لحم كل ده قدامك اهو مع بعض عشان يبقى عندك حشوات كتيرة وفرايتي كتيرة اروح جاية هنا مدياله شوية ملح شوية فلفل شوية بهار فراخ شوية جسط الطيب عشان ادلع الشتاء والساعة وتديني دفن وادخل كل دهن مع بعض كل حشواتي دي مع بعض واروح جاية برضو سنة مية سخنة عشان تبدأ تخش في السوا معايا يا تفاصيلة كل دهت عمل قدامك عملت صوص ابيض عملت صوص احمر عملت حشو اول حاجة باللحمة تاني حاجة بالفراخ اختاري واختاري بالحشوات وبعضها واحنا بنعمل الحشوات التانية هنبدأ نحشي عشان وقتنا واحدة واحدة كده مع بعض يا جمالك اهم حاجة سنة المية دي عشان كل يخشوا مع بعض تعال نبص بقى كده على اللحمة وتفاصيلك وحركاتك خصوص البشاميل بيقولك يا جماله مش محتاجة اكتر من كده هجيب لك لوش عشان تشوف الانسيابية بتاعته وبعد كده نبدأ نركب ونشوف التفاصيل بص يا عم ياسر بص الكسافة بتاعته عاملها ازاي معلقة ونص من الزبدة او معلقة ونص من السمنة معلقة ونص من الدقيق سنة ملح سنة فيفل ابيض نص من كعب مرأ تلات كبيات من اللبن قدامك او كل التفاصيل وادي الحشو بتاع اللحمة بتاعي اهم حاجة يتبخر سنة المية اللي انا حطيتها دي عشان يبقى ايه عندك خرز وتستمتع بيه ويكون البصل مش مستوي قوي والفلفل والطماطس مش مستوي قوي عشان تستمتع بيها وانت بتاكلي طبعا الكرباية بتاعتك تعال بقى نشوف الفراخ ونشوف الصوص الاحمر يبقى خطواتك كده كلها قدامك وانا عندي كده برضو وانا بعلق على ده اعلق لك كمان على صنف من الحشوات وقتين اخباره ايه يا عم ياسر طب حاضر واحدة واحدة كده قلب كل ده وابص بص على الصوص الاحمر بص الصوص الاحمر بص التركات والحركات والجمال كل حاجة جاهزة قدامك في الاخر حاجتك متاخدش وقته تطلع معاك بكل سهولة يا تفاصيله يا حركاته يا تكاته يا جماله جاهز كده وجاهز كده استحيله فتحة كده عشان التبخير تعالى عندي الايه فواكه البحر فواكه البحر بتاعتي عندي كباية من فواكه البحر ومعلقتين زيت وبصلتين شرايح وطوم وعندي كمان معلقة عصير لمون ومعلقة بشر لمون عشان يبقى عندك حشواتك كلها قدامك قادي الفراخ بتستوي قادي الفراخ بتاعتي بتستوي اهي ويزودي فيها اللي انا حطيته ده كله شرايح تمام كده وقادي هنا عندي اللحمة زي ما انت شايفت كده بتقولك يا تفاصيلها وعندي هنا فواكه البحر معلقتين زيت خطواتك كده كلها قدامك قادي هنا فواكه البحر وقادي صوس البشاميل اللي خلاص مش محتاج حاجة اروح مندي ياله الزيت يسخن كباية فواكه البحر تغير لونها بس فقط لا غير وما تكونش متجمدة قدي لها بصالية شرايح قدي لها فصين توم شرايح قدي لها شوية عصير لمون قدي لها شوية بشر لمون واجب لها كمان شوية كسبارة خضرة وشوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون وادي معلقتين كسبارة خضرة وشوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون تمام كده حسن وادخل كل دولا مع بعضه يبقى عندك حشو بالفراخ عندك حشو باللحمة عندك حشو بفواكه البحر اختاري اختاري واختاري عملنا كريب بالدقيق عملنا كريب بالبيض عملنا صوس بشاميل عملنا صوس احمر كل التفاصيل قدامك وعملنا لك حشو باللحمة العصاج بالفراخ الشرايح بفواكه البحر انتظروني